حقيقة كتبت مقال اسمه أوهام أو تحت عنوان أوهام الرأي العام أوهام الرأي العام كان مقال حقيقة مهمه بتكلم عن الموقف الرأي العام برضو الأمريكي في هذا الموضوع الوهم الأولاني هو وهم الاكتساح الشعبية الكاسحة بالنسبة لإسرائيل في الولايات المتحدة وده مش حقيقي الوهم الثاني أن وسائل الإعلام الأمريكية قوية ونافزة لدرجة أنها بتؤدي إلى التعبير الأوتوماتيكي أو التغيير الرأي العام وتؤثر في الرأي العام بشكل كبير ودراسات كتيرة جدا أشارت إلى محدودية هذا التأثير ومحدودية هذا الأثر الوهم الثالث أيضا أن قادة متخذ القرار وصانع السياسات في الولايات المتحدة يهتمون أو يجرون السياسات الأمريكية وفق هذه الاستطلاعات الرأي العام والدراسات والتجارب التاريخية تشير إلى عكس ذلك تماما فبالتالي لا نعول كثيرا على أحيانا ما يقال أن هناك الرأي العام في بعض الدول يقال أنه ممكن أن يؤثر في تغيير مكان ملتجاري ملتجاري ننقله هنا في بداية أو ننقله هننشئ حديقة عامة ممكن نعملها هنا ولا لا هننشئ مصنع في منطقة سكانية هنعملها ولا لا إنما فيه متعلق بالحاجات الجوهرية يعني رأي العام ليس له ثقل في توجيه السياسة الخارجية للدولة؟ لا يستطيع رئيس ولا يستطيع السياسي أن يقاد عن طريق الرأي العام وإلا يبقى إحنا عندنا المفروض أنه هو الرئيس أو المسؤول أتى إلى الحكم بأجندة بأجندة فيها برنامج انتخابي البرنامج الانتخابي ده عليه دراسات وليس وليد اللحظة يعني ما ينفعش غير سياسي لكن ظروف العالم بتختلف أنا أتكلم في السياسات العامة يعني هعمل إيه؟ يعني دلوقتي في مصر يعني لو جاء رئيس أمريكي مثلا في البروجرام بتاعه كاتب أنه سيؤيد إسرائيل ثم حدثت أحداث غزة والعالم كله يعني استشاط غضبا مما يحدث هناك ألا يغير توجهه؟ ما يقدرش يعمل ده لأعدة أسباب واحد أن هناك اتفاق على التحالف يعني حتى الرؤسة يتغير ديمقراطي الأمريكي الإسرائيلي ما فيش حد يقدر يغير فيه لأن دي ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط البترول وإسرائيل وبعض الحاجات المتعلقة بهذا الأشياء فهو لا يستطيع أن يغير لكن يستطيع أن يغير فيه تكنيكتها فيه أشكال التعالي حتى في الفترة الأخيرة إحنا شفنا بايدين يعلن غضبه من نتنياهو وفي الوقت نفسه يمدل بالأسلحة ويمدل بالمعونات وجسر جوي مفتوح فدي نتكلم فيه أشياء كثيرة جدا مقولات كثيرة جدا تقال من أجل إرضاء الرأي العام وامتصاص غضب الرأي العام لكنها ليست الحقيقة في مجال السياسات الخارجية بناء عليه ليس علينا أن نستبشر خيرا كثيرا في التواجه الأمريكي تجاه المنطقة وبالتالي تجاه ما يحدث الأمريكي